أستاذ مهدي عندك أغاني كثيرة مثل ما أحيشينا لكن من يوم نكتب في اليوتيوب ما نلقى هواي أغاني ما نلقى أرشيفك أغلب ما موجود على اليوتيوب شنو السبب؟ السبب أنا ما سويت مثلا قناة في بادي الأمر بعض الأغاني وهذه للأسف يعني ناس كثير نزلوا أغاني إلي ولما سويت القناة في اليوتيوب أخلي أغاني يجيني إنذار مسجيين الحقوق باسمهم والمشكلة هو يقوم ببلاغ يعني ما أعرف الأخلاق اللي يشايلينها طيب لو كان إنسان عادي مثلا منزل وتقيم عليه بلاغ أوكي لكن على صاحب الشأن يعني هذه شيء غير أخلاقي ولذلك يتم منوح أنك تسوي هذا دي وقفك على أنك تسوي قناة رسمية كون أنه كل أغانيك متسجلة باسم غير قنوات أنا أنطيت بعض الأغاني لقلات القيثارة شباب القيثارة والحنين هذا الوحيد اللي تم نازل نعم هذول اللي معطيهم فقط لعن كنت تلاقي على اليوتيوب أكثر من خمسين واحد ستين واحد اللي منزلين ويتحكمون بالأغاني تراسل اليوتيوب يقول لك قيم عليهم دعوة ويجيب لي قرار محكمة طيب أنا وين أعرفهم كاتب اسمني فلاني يا بلد بعض منهم في الكويت في السعودية في سوريا في الأردن يقول مؤسسة فرح مثلا في الأردن ما معطيهم أي تنازل تلاقي كذا أغنية منزلينها ومشاهدات بالملايين وكذا وهي موئلهم بالأسف لا موئلهم طيب أيضا أكواغاني كثيرا سرقت من عندك يعني غير موضوع الحقوق أنا هذا الشي صدمني لما نحجينا به نعم أنه أكواغاني ضاربة إحنا عبارنا هي الغير فنانين لكن هي بالحقيقة يعني إلك لا أعرف الماجد حسام الماجد كذلك بدون استئذان وظلم الشاعر كاظم السعدي كلمات الشاعر الكبير كاظم السعدي اسم ما معروف كتب اسم غير اسم غير معروف لأنه الناس المتعرف الفنان حسان الماجد أعاد هذه الأغنية نعم وصورها أيضا بس كتب من روائع مهدي العراق طيب شو المانع أنك تستئذن بالعكس أقول له تفضل وفنان جميل رغم أني ما أعرف بس إنسان الوسط الفني يحمدون به فنان جميل وأخلاقها حلوة أرفع تلفون يعني ما رح يضرك شي ما عدا هاي الفرقة الثانية اللي يغنوها شوبي كذلك وغيرهم يعني أنت يدخل على اليوتيوب كثير أكثر من 65 واحد يمنزلها والغريب أنت يعني ولا واحد استئذن أه ولا واحد وهي أكيد إلك الأغنية شون كواليس أحشين منين أخذتها أنا سماعتها كانت الغير فنان المفروض هي للفنان كان كاظم السهر أنا شفت لقاء للشاعر كاظم السعدي و يلقي القصيدة يقول أنا مستغرب أنه كاظم رفضها بعد ما بدأ يلحن فيها و رفضها المهم بعد اللقاء اتصلت فيه مباشرة كنا أيامها بسوريا مثل الأغنية أريت فعلا أنا جاءني كتب ليها لحنتها ثاني يوم أنت لحنت نعم و من توزيع الفنان باسم مطلب و تسجلت بالعراق و جابوا لي التركات يوم استوديو هاكت حكمت و كان ضمن الجلسة الفنان كريم منصور هي تسعة غاني تقريبا معاهم فـ 2020 انت قبل سنتين ثلاثة ما شاء الله غنوها قلت لك فوق الـ 65 مبال واحدين اي